اليوم ديدي والشمنجي هذه الصور مرة أخرى سيد العميد كمين محكم في بيت حنون نرجع لمعارك ظارية في دير البلح الكتائب القسام تنشر فيديوهات والفيديوهات هذية وكأننا بكتائب القسام تركز كثيرا على بالتوسي يقولوا الدم البارد متاع الأفراد الكتيبة لكن هنا سؤالي نتحدث الآن على نخبة كتائب القسام في هذه الكامل سيد العميد تكلم على طريقة القتالية أنا مش نطلح لفوق شوية ونشوفه نترجمه كلامه تواب بطريقة أخرى إيش معناها اللي كان يقول فيه سيد العميد وقت يقال اللخص كلامه قال ثم استخبارات يعني معلومات صحيحة عند المقاومة ثم عمليات دقيقة ثم أشهر العمليات الصدمة عند العدو هذا هو العلم العسكري بالضبط هذا أنا حتاوي بعض ثمانة أشهور الشكور اللي قاعد يستعمل في العلم العسكري المقاومة الباسلة معناها الكامين هذية كما قال لك تسمع قال لك راهوا السحبك والشيحة كانت عندهم معلومات دقيقة يعني من هي القوة القادمة ودرسها ودرسوا محاور التقدم متاحه ثم بناء العملية متاحهم علاك المعلومات هذيك وكانت الإصابات معناها كبيرة برشا لكن توا الكلمة اللي قالها ومنحبش شدها معناها تتعدها كاكا الصدمة راهوا لما تكون تقاتل ويجيك معناها من حيث لا تدري رميات دقيقة وتشوف دبابات تنفجر وقع الصدمة في انتع الكمين راهوا رهيب ورهيب جدا هذك عليش راهوا اليوم المستشفيات الصهيونية تعج بالمرضى النفسانيين لأنه كل المقاتل اللي كان يحكي عليه توا هذي مثلا نصور كاتيبة اللي ضربونا من ستة كل الكاتيبة رحت لأنه اليوم انتي جاي وفي بالك انتي راكب في دبابة وانتي الآن في معمن وفجأة تنفجر بك الدبابة لأنه اللي سيني مو خامسة ما ترحمش يعني الوقع الصدمة بشكل كبير برش هذي الدلالة ولكن دلالة اخرى شنية زاد يخي مش وقالوا نظفنا الشمال يخي بيت لاهي وبيت حلون وين في اقصى الشمال رانا نتكلموا على النقطة الأولى اللي دخلوا منها الصهاينة يعني دليل انه قتال المدة هذه انه ما هي شي زمرة وما هي شي تذم الناس معناها كمية القوة الموجودة كبيرة وقادرة انه تصمت وتقاتل الوقت هذي كل هذي ضربة فأسا على رأس نتنياه وكذاب الذي قال حيدنا المقامة ونظفنا الشمال ويحبيوهم العالم اللي هو يتفاوض هو في مركز قوة أنا مركز قوة وانت تتكلم على رفح وانت في اقصى الشمال وفي الوسط في دير بلحل قاعد تاكل في تريح قاعد باللغة بتاعنا التونسية معناها يعني اليوم الدلالة قوية وجات في وقت ممتاز جدا في وقت اللي الصهاينة يناورون ويحاولون الهروب من التفاوض الذي فرض عليهم ونقول لك ضربة كما هذه ضربة الكمين الذي وقع سيدق مصمار آخر في نعش الصهاينة وفي يعني قدرتهم على التفاوض ويحط المقاومة سيضع المقاومة في مركز قوة لاني الان نضربك بالطريقة هذه في الوقت هذا ونحن بش نتفاوض من هو الذي يكون في مركز قوة والتفاوض هو استكمال الحرب بطريقة أخرى هذا هو مهاكة قال كروز فيس سيد العميد ولا فهمت إذن نعم بش نكملو نمشيو في العمليات لأنه والحمد لله عمليات المقاومة الباسي لليوم في أشدها تزامن مع جيان العميد الشمنجي اليوم بش نجمو لفمو معها أكثر ما يمكن كتائب القسام سيد العميد في بيان مقتضب عبر حسابها على تليجرام تقول إنها في عملية انزال خلف الخطوط تمكن مجاهدها من اختراق السياج الزائل ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد ما هبطت الإخبار من كتائب القسام يعني التدوينات تتحدث على الذكريات السابع من أكتوبر تقول لك عملية انزال خلف خطوط العدو ويتمكن مجاهدو كتائب القسام من اختراق السياج الزائل ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة كما قلنا في مدينة رفح ساعة شنين معناها عملية انزال شو يقصدوا بها كتائب القسام عملية ابرار تزم تكون عملية ابرار بقا هما هما كيعملوا عمليات انزال في سبع اكتوبر سعملوا الشراعية هذيك جسمها المتوم وهابتوا بها هو توفى العملية هذه ما تمش تحديد الضبط